السلام عليكم رحل آخر سلاسي أضواء المسرح تورفي اليوم 20 مايو 2021 الفنان القدير سمير غانم عن عمر يناهز 84 عاما متأثرا بفيروس كورونا حيث أثر الفيروس على وظائف الكلا وأفقادها عملها بالكامل مكس سمير غانم بالعناية المركزة ما يقارب الأسبوعين حتى وافته المنية ولد سمير غانم في 15 يناير 1937 في أسيول تخرج في كلية الزراعة جامعة الأسكندرية والتقى بجورج سيدهم والضيف أحمد وكونوا معا فرقة سلاسي أضواء المسرح وقاموا من خلالها بتقديم العديد من الإسكتشات المسرحية والأفلام الكوميدية والمسرحيات الناجحة ومن سمى لمع نجم سمير غانم وقام بالعديد من المسرحيات مثل جوليو وروميت المتزوجون ومسلسلات مثل ميزو ولهفة والعديد من الأفلام رحم الله الفنان القدير إذا أعجبك الفيديو رجاء الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر